أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خالص التقدير للمستشار الألماني أولف شولتس مشيدا بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وخلال كلمتي في افتتاح جلسة رفعات المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ أشهد رئيس السيسي بتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة أعرب عن خالص التقدير للمستشار الأولف شولتس المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الفيدرالية وأن أشيد بالدور القيادي لألمانيا في مواجهة تغير المناخ والتعامل مع آثاره والذي ينعكس في التزامها السياسي على أعلى مستوى بدعم عمل المناخ الدولي وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر المتوافق مع البيئة ولعل خير درع على ذلك هو اجتماعنا اليوم في إطار حوار بيترسبرج هو المحفل الذي أصبح على مدار السنوات الماضية إحدى المحطات المهمة قبل أن يقاد مؤتمر أطراف تغير المناخ لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ ولحج التوافق الدولي على المستوى السياسي حول الموضوعات المختلفة التي يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف اشتركوا في القناة